شهور طويلة خاض فيها الأطباء المقيمون معركة تكسب المطالب بدأت بالتهديد وانتهت برسالة إلى رئيس الجمهورية لوزارة الصحة فشلت في كسر شوكة المضربين وللمقيمون استطاعوا إرغام الجهة الوصية على تحقيق أهدافهم وإلى هنا بقي المريض الخاسر في صراع الطرفين طرحنا منذ شهور مع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومجددا نطرح الوساطة هذه لخرجوا من هذا المأزق حوارات ماراطنية مع المسؤول الأول عن القطاع ولقاءات ومبادرات سابقة لم تفلح في إعادة أصحاب المأزر البيضاء إلى قاعة العلاج ندخل في وساطة لنقبل الصغة بأن مثلا الوعود تكون تؤجل إلى وقت ما مكتوبة وثابتة بالنسبة لطرح هذا الوعود بالنسبة للسلطة والقبول لتعزم ألائنا الأطيب المقيمين ليرجعوا إلى العمل وإلى التعليم لأنه أرانا في شهور والمستشفيات نوع من مشلولة صراحة تدرك أزمة الأطباء المقيمين شهرها السادس دون أن يتضح للوزارة حل في وقت يصر الأطباء على مواصلة الإضراب ومقاطعة المناوبة